الاحتلال في قطاع غزة يستهدف كل البنى سواء كانت التحتية أو حتى الصحية الثقافية والتعليمية وهذه حرب ليست سياسية فبحث وإنما هناك حرب عقلية وحرب تعليمية يقودها الاحتلال الإسرائيلي لتمص الثقافة والهوية التعليمية الفلسطينية نحن نتحدث عن تحديدا قطاع الجامعات في قطاع غزة الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي عبر طبعا سياسته بهدم كل الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ليست فقط كشكل مادي لهذه الجامعات وإنما محاولة طمس الهوية التعليمية للجامعات في قطاع غزة عبر استهداف هذه الجامعات بمحوء البنية التحتية لها والتعليمية وتدمير هذه الجامعات قصها تحويلها إلى ثكانات عسكرية مراكز اعتقال وبالإضافة إلى استهداف العقول وأصحاب الكثاءات في قطاع غزة سوف نتحدث حول هذا الموضوع طبعا وتداعيات استهداف الجامعات في قطاع غزة وينضم إلينا في استوديوهات شبكة وطنة دكتور مصطفى جرار أستاذ أذكاء الاصطناعي في جامعة بيرزيد أهلا دكتور بيك أهلا بك يعني دكتور فعليا نحن نتحدث عن هذه الحرب التي تطال كل شيء في قطاع غزة واستقرأنا أكيد كتربويين وكصحفيين وإعلاميين ومثقفين الهدف الإسرائيلي من تجهيل الفلسطينيين عبر استهداف المنظومة التعليمية ككل وعلى رأسها الجامعات في قطاع غزة التي حصدت على مدار سنوات ماضية الكثير من الإنجازات التعليمية على المستوى العالمي هو الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض إلى إبادة تعليمية سموها إديوصايد مش على غرار جينوصايد الإبادة الجماعية فيه كمان إبادة علمية وتعليمية بتعرض لها القطاع حاليا هذا بتتمثل في تدمير شامل شامل لكل البنى التحتية وحرم الجامعات بالكامل والمختبرات وكل شيء كان موجود كمان هذا بيشمل قتل جميع وتصفي يعني تصفي مقصودة لأسادة الجامعات خاصة المتميزين احنا بلغتنا الأخبار ما في للأسف يعني رصد احترافي خلينا نقول للكطاع التعليمي يعني من عدد الشهداء ولكن وصلنا حوالا 98 اسم اللي من كبار علماء الجامعات الفلسطينية في غزة منهم 17 بروفيسور طبعا لما نحكي على 17 بروفيسور على قطاع غزة هذا أصلا رقم كبير يعني عادة لبروفيسورز هذولا بكلفوا بلادهم كثير حتى يصيروا بروفيسورز فهذا كله تم قتله بالقصد يعني فالقطاع التعليمي تم ارجاعه يمكن اكثر من 50 ولا 70 سنة للوراء الهدف منه انه يقضع على الامل التعليمي هي التعليم هو رمز من رموز المجتمع وليس فقط القيم العلمية فيه كمان رمز للمجتمع كله تم تدميره المكتبات كل حتى مكتبة غزة المكتب الأرثوذكسي كل المكتبات والأرشفات في غزة تم قصفها وتدميرها حتى وطبعا بلا داعي يعني ما في مثلا يعني كيلة انه مثلا في كانوا يستخد مؤحد حرم جامعة هناك كمكر عسكري وبعد ما طلعوا منه دمروا فيعني ما فيه اي خطر ما فيه اي اشيها كلها قضايا مقصودة فمتعرض الشعب الفلسطيني للأسف الى ابادة علمية وجماعية في غزة حاليا نعم دكتورنا تحدث عن يعني هذا الاستهداف اللي بطبيعة الحال سيؤثر بشكل كبير جدا وعن استمرار الحرب ل190 يوم 129 يوم عفوا سيؤثر لاحقا ايضا على استمرار ونهوض بواقع العملية الجامعية والاكاديمية في قطاع غزة صحيح هو الأسادة للجامعات يعني هزي ما الجميع يعرف يعني لو انه بديطلع من وطنه بلك الشغل فهي اكثر الناس يعني بعض هذا الضغط يعني يتوقع أو تأمل اسرائيل انه يتم تفريغ قطاع غزة من حملة شهادات الدرسات العليا وهذا اذا صار يعني هذا ما بتم بناءه عبر خمس سنوات وعشر سنوات هذا بده لعادة بناءه بده عشرات السنوات وانه نرجع للوراء بهذا الشكل يعني هذا شيء هائل للخطورة ومش زي الاقتصاد يتم عبر بضعة سنوات مثلا اعادة ترميمه وعمله أو المباني لا هذا شيء صعب جدا استرجاعه ويجب الانتباه ويجب المساعدة يعني احنا التكينا في بعض السادة الجامعات اللي من غزة وطلبوا قالوا احنا طبعا انا منهم يعني من بركم بوجه نداء للوزارة هم قالوا مثلا مخصصات للجامعات في غزة يعني الجامعات غزة ما بتدفعها لموظفينها حاليا ولا شيء لانها لا تملك اي شيء وبالتالي ما في اصلا دخل شهري للكوت اليوم احنا ما بنحكي على راتب شهري يعني للكوت اليوم الخفيف فالوزارة حاليا ما بتدفع لهم مخصصات زي ما بتدفع للجامعات اللي في الضفة فكانوا يعني بيعملوا ان نوصل صوتهم هون في رمالله انه يعني انه يتم تخصيص بضعة يعني ما القليل من المال من اجل الجامعات في غزة من اجل يعني خلينا نقول تنقيط في حلق السادة الجامعة هذا اكل واجب هذا يعني هذا لا شيء اصلا يعني هذا يعني من احد الاشياء للأسف اللي القطاع التعليمي يعني بيواجهها يعني وهذا القطاع من اخطر القطاعات وهو القطاع اللي بيبني اي قطاع اخر سواء ان كان القطاع الصحي ولا القطاع المالي ولا القطاع الاقتصادي هو القطاع التعليمي اللي بيبنيه طيب دكتور رمام نحكي فعليا عن كما اشرت 97 من اساذة اكاديميين هذا الاستهداف كما ذكرت المقصود والمتعمد في تصفية الكوادر التعليمية المتميزة في قطاع غزة استهداف الجامعات اعتقد انه احنا كما اشرت بحاجة لسنوات طويلة لاعادة ترميم الحياة التعليمية الجامعية في قطاع غزة ولكن اليوم من المفترض ان يكون في تحركات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي لتقديم اي رؤية او مساعدات حتى مع اثناء استمرار الحرب لانه هناك حرب اخرى سيقودها اهل قطاع غزة ما بعد الحرب اصلا شكرا لسؤالك وانا هون اول شي بدي اودي رسالي الى كل رؤساء الجامعات اللي في الضفة الغربية اعتقد انهم ليسوا على قدر الحدث رؤساء الجامعات نشير رؤساء بالاسم يعني هي الجامعات الفلسطينية وكأننا مجمدين وما في عندنا افكار ايش نساعد القطاع التعليمي في غزة لا في افكار كثيرة اذا بدنا نساعد اعتقد انا بدعو كل جامعة فلسطينية في الضفة الغربية ان تتبنى بضعة مئات على الاقل من اسادة الجامعات اللي موجودة في غزة ولنتقاسم الرواتب معاهم وانا متأكد ما فيه استاذ في الضفة الغربية بيرفض هذا الكلام فنأمل ان تكون الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية جاء قاطبطا بدون اي استثناء انت تكون على مستوى الحدث ولا ما بدوروا مرات بيسألونا ندرسهم اونلاين وما ندرسهم مش اونلاين هذا كلام مش على مستوى الحدث يعني اصلا ما فيش اتصالات هنا حاليا من احنا بدنا يعني ندور على الحجي نوصل مساعدة من حيث يعني من اجل نخل الناس مستمرين على قيد الحياة مستمرين على قيد الحياة ونعطيهم امل ونحكي انه احنا ما نفكر فيكم دون يشعروا بهذا الاشي مش اعلاميا زي ما بقولها مرة حد الاصدقاء من غزة يعني لا تكفي انك تشعر يعني يعني ان تشعر بالغضب بل يجب ان تغضب الشعور بالغضب لا يكفي الغضب هو اللي بتطلوب حاليا فهذا على مستوى الجامعات الفلسطينية على مستوى المجتمع الدولي اعتقد كمان الاكاديمي الفلسطينيين بحاجة الى تحرك من اجل يعني تشكيل تحالفات اكاديمية دولية في كثير منظمات وخيرا نقول علمية ومجتمعات علمية يجب التحرك فيها ومن خلالها يعني انا شفت مثلا قبل بضعة ايام انه فيه بريك ثرو سيان سوسيتي بريك ثرو سيان سوسيتي كان في الهند وعملين الاف التوقيعات لاجل دعم القضية الفلسطينية يعني هذا عمل في الهند يعني وانا متأكد انه فيه في كل الدول انا اشت في الخارج وبعرف انه في كل الدول كمان فيه مجتمعات علمية غير مناهضة للابادة الجماعية اللي بتصير في غزة وبقدم بس بدنا من يعلق الجرس ونادي كمان اكاديميين الفلسطينيين الموجودين في الخارج اخواننا يعني احنا هنا في فلسطين يعني يمكن اعصابنا مجدودة جدا وقدراتنا محدودة فانتو بتقدروا تتحركوا اكاديميين الفلسطينيين الموجودين في الجامعات في الخارج طبعا والعرب يعني يجب ان تتحركوا وما تستنوا حدا يجي كلكم ايش تعمل طب هذا المباردارات دكتورو هذا زخم الاكاديمي انصح انه نعبر عنه انه اكاديمي بالرؤى اللي ذكرتها كيف من الممكن انه تشكل نقطة فرقة في ظل حالة الدمار الاكاديمية والجامعية اللي بعانيها قطاع غزة عبر تبني لو هذه المبادرات يعني بشكل فردي او حتى بشكل جمعي اول شي المبادرات الدولية هي لها اهداف تعليمي والها اهداف برضو سياسية من عجل الدعم يعني فيه اسماع كبيرة في العلم اذا ايدت القضية الفلسطينية علنا هذا بيجعل عشرات الالاف العلماء وراها وبالتالي الاف الطلاب انهم كمان ايدوا فهي يعني بعد بعد تأييد بس بالاضافة انا بأعتقد انه اول شي احنا يجب ان لا يخرج اي استاذ جامعة من غزة اذا خرجت هتصبح صحراء يعني هيصير امية هذا اللي بيقود التعليم عادة للجامعات حتى لو كان مستوى الجامعات مرات مش عالي بس عمليا اللي بيقودهم الجامعات وبالتالي اول شي بدنا اياه بدنا نعطي رواتب لا هذول الناس هذول ممنوع يطلقون غزة وممكن اعطيهم رواتب تحت حجة اني خليهم يدرسوا عندي عندي انا كجامعة فلسطينية او عندي انا كجامعة في امريكا او بدرجهم وحط اسماءهم في اي مشروع في اي اشي اللي انا ادفع لهم وحتى لو يعني ابي في حكولي في النروج او في السويد بيطلعوا ايشي بس يعني شهر شهرين وبردوا يرجعوا بدربوهم ومرضين او ايشي زي هيك بدربوهم وبرجعوهم يعني بالاخر والناس دا ترجع الناس ما بدها تترك ما بدها تترك لا ولكن احنا ما بدنا هاي الطبقة ضعيفة احنا نزيد ضعفها صح احنا بدنا نقويها فاعتقد انه اول ايشي يعني انا اذا كنت في غزة واكاديمي وتم ادراج اسمي في جامعات المرموقة اني انا استاذ عندهم ودفع ولو مبلغ رمزي يعني الى الي اني انا موجوده يعني الاكل بشعر يعني بقول انه في حدا بيطلع له انه انا عندي مسئولية تجاه بلدي صح يعني تشجيء صح طب دكتور قطاع غزة والجميع يعلم تماما انه هناك نسبة كبيرة عالية للتعليم يعني الخريجين في قطاع غزة المحاصر كان على مدار سنوات طويلة الا انه رأينا الكثير من الاختراعات من الانتاجات العلمية الفائقة لجامعات الفلسطينية اليوم نتحدث عن معضل كبير بيواجهها ايضا طلاب الجامعات في قطاع غزة بالاضافة الى طلبة التوجيه اللي احنا يعني على بعد من المفترض يعني اشهر قليل لانطلاق الامتحان الثانوي العامي خليني اقسم سؤالك الى كسمين اول اشي التوجيه والاشي الثاني كوة الابداع اللي موجود في غزة اول اشي خليني نكون في التوجيه التوجيه بحاجة الى امل التوجيه احنا مشكلتنا في التوجيه وادعو الوزارة وادعو الجميع المعنيين في هذا المجال انهم فكروا في قصة التوجيه وهذه فرصة كمان التوجيه يعني الناس بتتألم وتنحرك اولادها حاليا في غزة لانه رأى عليهم التوجيه طب ليش المشكلة وباقي التوجيه قصة كبيرة تأمنوا احنا يعني اعطوا الناس امل والغوا التوجيه والغوا التوجيه مثلا اللي بدو واللي بدوش عيد يعني الناس بدها امل في التوجيه الشعب الفلسطيني في غزة ينتظر الى خبر من الوزارة تكله تطمنوا تعملوا اشي بديل عن الامتحان التقليدي اللي كلنا بنعرف مشاكل هاي حرب نفسية اخرى تضاف هاي حرب نفسية تضاف فطمنونا وخلي الجامعات ليتر يعني في المستقبلا بتعتماد ماديتين استدراكيات لها الطلاب ومن خلص من قصة التوجيه هلا قصة الابداع شوفي الابداع بالشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة وتحديدا في غزة وكل الشعب الفلسطيني بيعرف هذه الكلمة اللي انا بقولها قوة الارادة الشعوب مرات بتنكهر من كثر الضغط بنكهر وبديش اسمي اسماء الشعوب اللي حوالينا كديش انقهرت من كمية الضغط الشعب الغزة وما انقهرش الشعب مقدام حقيقة مقدام ورجع البسالي الهائلة تعريف كلمة بسالي يعني ما تحتاج القموس فعليا متعلق بأهل غزة متعلق بأهل غزة بدهم كلمة اكثر من بسالي صحيح صحيح هذا شفنا البسالي على بسالة الشعب وبسالة المقومين وبسالة كل الكطعات كل ابداع هائل الاسرار هائل يعني انا قبل الحرب بسنوات كنت بدي اوظف مبرمجة تشتل معاي وجدت انها ام وبتعمل ماجستير وموظفة في الشركة في غزة وبتشتل بارتايم كله كايمي فيه وبتدها تشتل معاي يعني اشي هائل قادرين القوة موجودة في غزة هذا خزان هائل من الابداع ومن الطاقة الهائل طبعا احنا نعرف هذا هو كان موجود على الساحة الفلسطينية هاي هي عسكلان هاي هي أزدود هاي هي المدن اللي تلعب منها المجدل هذه قوة الشعب الفلسطيني العائلات اللي غرزها كمان صلاح الدين الايوبي من اجل انها تتلقى يعني صد فيها يعني هجوم الصليبيين وغير الصليبيين على فلسطين نعم يعني دكتور اكيد شكرا بداية للنفس اللي تتحدث فيه عن كل هاي الرؤى اللي طرحتها وبأمل ان كل جهات ذات العلاقة اللي ذكرتها ان تأخذ بعاني الاعتبار هذه الافكار وتحتضن هذه المبادرات وهذه الافكار واكيد حكونا لقاءات تانية ما حضرتك لانا تحدثت عن المبادرات الدولية للدعم القطاع الاكاديمي والتعليم الجامع في قطاع غزة شكرا للك دكتور مصطفى جرار أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة برزية تعوجتك معنا في سوريهات وطن شكرا جزي شكرا